اهلا بكم اعزائي الطلبة والطالبات في فيديو جديد من فيديوهاتكم التعليمية اتمنى دايما ان انتو تكونوا بخير وبصحة جيدة وشغالين معانا باذن الله هناخد مع بعض النهاردة ليزارتيكلا ان ديفيني هناخدها مع بعض النهاردة اللي هي ادوات النكرة ليزارتيكلا ان ديفيني ادوات النكرة وادوات النكرة مهمة جدا عندنا شان تعرفنا الاسماء في اللغة الفرنسية ادوات النكرة بتوضع قبل الاسم لتحدد نوع الاسم وعدده لتحدد نوع الاسم وعدده يعني انا هعرف نوع الاسم ايه وعدده نوع الاسم معناه هل الاسم مذكر او مؤنس نوع الاسم معناه هل الاسم اللي قدامنا مذكر او مؤنس بس هعرفه ازاي من اداة الناكرة اللي عندنا وكمان هعرف حاجة مهمة كمان ايه هي هي العدد بتاع الاسم هل الاسم اللي قدامنا مفرد ولا جمع مفرد ولا جمع يبقى انا هتعرف بحاجتين مهمين جدا نوع الاسم و ايه وعدده اول اداة هناخدها مع بعض النهاردة هي اول اداة هنتعرف بيها هي ان ان وهي اداة توضع امام الاسم المفرد المذكر يبقى هي اداة توضع امام الاسم المفرد المذكر يبقى اوانا في الفرنساوي بقى اي كلمة مسبوخة بالاداة ان يبقى خلاص هعرف ان الاسم ده اللي قدامي مفرد مذكر يبقى هي بتوضع امام الاسم المفرد المذكر طيب ناخد امثلة عليها زي أما نقول يعني كتاب طبعا كتاب مذكر لأن هي مصموخة بأن مش عشان في العربي هي مذكر أنا ببص دايما للأدا كتاب يعني كالرأسة وطبعا كلمة كالرأسة كلمة مذكر برضو عشان هي مصموخة بالأداة بعد كده عندنا أداة بتوضع أمام الاسم المفرد المؤنس إن بتوضع أمام الاسم المفرد المؤنس يبقى كان عندنا أن للمذكر وإن للمؤنس طيب هناخد أمثلة على إن مع بعض إن زي ما أقول إن كلاسة إن كلاس إن كلاس يعني فصل إن كلاسة إن كلاسة إن كلاس يعني فصل طبعا كلمة فصل مؤنس عشان هي مصموخة بإن إن في إن في بنت إن في بنت إن في يعني بنت يبقى كلمة بنت مصموخة بإن يبقى الكلمة دي مؤنس عندل حناخد كمان الجامع بتاع أن وإن اللي هي دي دي مش حنطق حرف الأس إلا لو جه بعدها حرفه متحارك دي طيب بتوضع قبل الإسم الجامع بنوعية سواء كان جامع مذكر أو جامع مؤنس توضع قبل الإسم الجامع بنوعية سواء كان جامع مذكر أو جامع مؤنس يبقى كان عندنا أن إن دي دول الثلاث أنوات اللي قدامنا وناخد أمثلة عليهم دي ما نقوله دي كيير دي كايير يعني كرسات ديрь كايير كرسات دي كايير كرسات دي في بنات دي في بنات دي في بنات طبعا هنا جمعنا الاسم ونحن حطينا حرف اس في الآخر عندنا ديزي لايف ديزي لايف يعني تلاميذ ديزي لايف هنا في كلمة ديزي لايف دي جه بعدها حرفه متحرك فبنطق حرف الاس وبنطقه زد بقول ديزي لايف ديزي لايف بنطقه ايه زد في الكلمة دي اذا دي لو جه بعدها حرفه متحرك بنطق الاس بتاعتها وبنطقها على انها زد تماما يبقى كده احنا خابنا ادوات الناكرة وقلنا ان ادوات الناكرة هم ثلاث ادوات الاولى بتستعمل المفرد المذكر التانية المفرد المؤنس التالتة الجامع بنوعي اللي هم ان وان وان ودي ان ان دي دول ادوات الناكرة ان ان دي دول ادوات الناكرة اتمنى ان يكون الفيديو مفيد بالنسبة لكم ونكونوا استفادنا منه كويس وفي رعاية الله اترككم باذن الله الى اللقاء